اشتركوا في القناة وطبعا اسمه المايك بي ام ثمانمية كوندنسر طبعا هذا المايك بيجي بلاج اند بلاي يعني اشبك مباشرة مع جهاز الكمبيوتر ما بده اي اعدادات نهائية طبعا المكونات بيجي معه البوب فلتر اللي هي بتيجي مصنوعة من السفنج طبعا بيجي سماكتها عالية يعني نوعيتها شوية كويسة في عنا كمان اللي هو الشوك الحامل الخاص في المايكروفون طبعا مكون يعني او مصنوع من الحديد والبلاستيك مع بعض طبعا بيجي معه اللي هي القطعة هاي البلاستيك اللي بتحمي المايك من الترددات او من الاهتزاز وكمان بيجي مع المايك كابل XLR طبعا بيجي ثلاثة بين طبعا طول الكابل تقريبا ثلاثة متر يعني الطول يعني مناسب حتى المادة المصنوعة منه الكابل بصراحة ممتازة يعني مش اني بروج للمايك لكن انا بحكي الموجود امامي فعلا واخيرا وصلنا للمايك العظيم والعظمة لله طبعا المايك بيجي باكثر من اللون احنا وصلنا اللون الابيض فيه منه اللون ازرق واللون الثالث بصراحة يعني مش ذاكر لكن هذا المايك بيجي طوله تقريبا 16 سنتيمتر ووزنه تقريبا يعادل 400 غرام و350 غرام حساسية المايك عالية جدا جدا يعني ممكن تلقوا تصوت بعيد عنك بمسافة 10 متر وخلينا انفك المايك وفرجيك المكونات الخاصة بهذا المايك من جوا مثل ما تشايف هاي الدائرة الكهربائية وهذا المايك من الداخل يعني نوعيته ممتازة بالنسبة لسعره طبعا يعني سعره يتراوح بين 16 دولار ل 30 دولار حسب الموقع اللي بيبيع مثل هذه المايكات طيب خلينا نجمع المايك كله بشكل كامل وفرجيك كيف ممكن يطلع معنا الصوت من خلال هذا المايك طبعا بتحتاج تركب الشوك على اي استاند موجود عندك نجمع المايك ونوصله مع جهاز الكمبيوتر اي طريقة التركيب سهلة ومباشرة على جهاز الكمبيوتر ونشوف فحص للمايك طبعا بدون ما اتدخل في الصوت وبدون ما ادخل اي تأثيرات ورجعنا لكم اخواني بعد ما ركبنا المايك على جهاز الكمبيوتر طبعا الصوت اللي بتسمعه الان هو صوت المايكروفون حتى يعني بدون ما اركب البوب فلتر بدون ما اعمل اي اضافات على الصوت مثل اضافة التشويش وغيرها يعني صوت المايك طبيعي بشكل عام بتقدر الان تقارن ما بين المايك وما بين المايكات اللي بتيجي بنفس السعر وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى ما تنسونا من اللايك والسبسكرايب تحياتنا لكم دمتم في حفظ الرحمن